إن شاء الله إليكم ونفع بعلمكم الأخت فاعين بعثت عددا من الأسئلة أيضا تقول في أولها فضيلة الشيخ لدينا في المنزل مصاحف كثيرة ولا نقرأ إلا في بعضها فهل ترك المصحف بدون قراءة يعتبر هجرا له وما حكم إحراق بعض المصاحف التي تكون عراقها متناثرة ترك القراءة في المصحف لا يعتبر هجرا له إنما الهجر هو ترك قراءة القرآن نهائيا وكذلك ترك العمل به كذلك ترك تدور القرآن كفاهم معانيه هذه أنواع الهجر أو هذه بعض أنواع الهجر الممنوع وأما ترك القراءة في المصحف مدة فإن هذا ليس من الهجر وأما المصحف الذي تمزك ولا يصبح للاستعمال فإن الواجب إما إحراقه وإما دفنه في مكان طاهر من أجل أن لا يحصل له امتهان ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة